سنين الجهد إن طالت ستطوى لها أمد وللأمد قضاء لنا بالله آمال وسلوى وعند الله ما خاب الرجاء إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها الرخاء فبعد العتمة الظلماء نور وطول الليل يعقبه الضياء أمانين لها رب كريم إذا أعطى سيدهشنا العطاء شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء نرحب بحضرتكم ومع نرحبه ضيفين الكريم صاحب الفضيلة العالم العلمة فضلة الشيخ الدكتور محمد حسن سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبركاته حياك الله وبركاته ونحن نتكلم عن موضوع التفكر يعني يا طبلي أسأل فضلتك سؤال شخصي نعم كم من وقتك تقدف التفكر في ألاء الله سبحانه وتعالى ونعمه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مرت بي نعمة واحدة من نعم الله ظاهرة وباطنة دون أن أقف معها مليا وأن أسجد بقلبي قبل بدني للمنعم جل جلاله ما اعتبرت نفسي من بني الإنسان الله أكبر الله أكبر فأفحى الله لك كيف تمر عليك نعم الله أيها الإنسان دون أن تتوقف دون أن تتوقف بقلبك وعقلك وكيانك ودمع العين مع المنعم جل جلاله والله الذي لا إله غيره لقد عشت بعض النعم المسلوبة في فترة مرض شفاك الله وعفاك طهور وترقي ورفع درجة واستشعرت حقيقة ما كنت أذكر الناس به ما الذي سلبت؟ كنت أتذكر قولة هارون حين منع منه الماء آه يفتديه بنصف ملك آه وألح في طلب الماء فلما أحضر له كوبا من الماء شرب فقال لو نسماك هناءك الله لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه قال بنصف ملك أما الأخرى ويا لها من أخرى قال ولو حبس فيك فبكم تشتري إخراجه قال بنصفه الآخر قال اشرف هناءك الله وأفل لملك لا يساوي شربة ماء لا يعرف ورب الكعبة قيمة هذه شديدة جدا يا مهولانا نعم والله يا دكتر محمد لا يعرف قيمة وقدر هذه الجملة إلا من عاشها دعك من التنظير دعك من التنظير الله أحسنت تنضي الدقيقة عليك وأنت لا تستطيع أن تخرج قطرة بول واحدة وكأنها عام كامل وكأنها عام كامل والله الذي لا إله غيره يظهر الإنسان في لحظة مرضه بمظهر العاجز الضعيف مهما كان ملكه ومهما كان صولجانه ومهما كان جبروته الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيف فلو تفكر في نعم الله تبارك وتعالى عليه الظاهرة والباطنة ما تجرأ على الله ووظف هذه النعمة في معصيه ولذلك قال بشر الحافي والله لو عرفوا الله ما عصوا الله الله والله لو عرفوا الله ما عصوا والله ما تجرأنا على معصيات الله إلا في اللحظة التي قل فيها في قلوبنا وقلنا معرفتنا بالله جل علاء نتجرأ حينئذ أو إن شئت فقل يزل من يزل من أهل الفضل والتقى يزل في لحظة ضعف تتجلى فيها بشرية الإنسان وتتغلب على جانب روحه وإيمانه وعطله الله يغفر يغفر سبحانه وتعالى وسارع إلى مغفرة إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض وعيدة المتقين لاحظ الصفة الأخيرة في الصفة المتقين الصفة رقم 5 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحش أو ظلموا أفوسه في صفة المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة الفاحشة المرد بها الفاحشة عموما أو الفاحشة الزنا أو الفاحشة الشذوذ والمثلية كل هذا وارد في هذه اللفظة كل هذه المعاني واردة تحت لفظة الفاحشة لكنها تستخدم ويراد بها في الأصل الزنا أيها ذنب الله ويراد بها كل فحش من القول والفعل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وليك جزاهم مغفرة ثم ربيهم جنة فهذا فضل الله سبحانه وتعالى فضلتك تأملت في هذه النعمة نعم إلى ما وصلتك محمد حسان الإنسان ومحمد حسان الدعية إلى الله سبحانه وتعالى يعني على مدار عمرك بارك الله في عمرك أما الداعي فربما ينظر إلى كل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى بمنظور الدليل القرآن والنبوي بمنظور الدليل القرآن والنبي وهذا أعظم ضابط من ضوابط التفكر الذي يوصلك إلى الله تعله ضوابط أيضا آه طبعا سنأت إذن لها نعم ألم يتفكر كثير من الخلق ووصلوا إلى الإلحاد بالخالق بلى بلى صدق فأعظم ضابط للتفكر ليوصلك إلى الله وليملأ قلبك بالإيمان بالله وليجدد في قلبك الإيمان به سبحانه وليملأ قلبك حبا له سبحانه لا يكون إلا من خلال النظر إلى الكتاب المفتوح من خلال الكتاب المقروء أي بعدسة القرآن الكريم ثم بكلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فالتدبر بالدليل القرآني والدليل النبوي يوصلك كيف تدبرت وكيف تأملت أنا غاردي من هذا السؤال إذا أدنت لنا أخذك مثالا عمليا يحتذا في مثل هذه الأمور التي تعصف بالإنسان كيف تدبرت وعرضت نفسك على القرآن أو السنة لا تكاد تمر نعمة نعمة واحدة من أول استيقاض من النوم إلا وأنا واقف مع المنعم سبحانه فلا تنسين النعم المنعم جلال المنعم الله وإحسانه وعطاءه ورحمته وفضله وبركته يا أخي كنت نائما إن شئت فقل كنت ميتا كنت من بين عالم الأموات إلى وقت معلوم فشاء ربك أن يمنحك الحياة من جديد وأن يمنحك نعمة المهلة نعمة المهلة في هذه الحياة فاستيقظت وإذ بعينك ترى وإذ بأذنك تسمع وإذ بلسانك تكلم وإذ بجوارحك تتحرك وتنهض من فراشك ألا ينبغي أن تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه المشهور ينبغب يجب نعم سبقت وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقرأ عشر آيات من أواخر صورة آل عمران وأن تبدأ في الذكر بأي نوع من أنواع الذكر اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة عامة إلى آخر اذكر الله جل وعلا بأي ذكر يفتح الله به عليك وهكذا طوال اليوم مع طعامك مع شرابك مع أهل بيتك مع ولدك مع لبسك مع خلعك لملابسك مع دخولك للخلاء مع خروجك من الخلاء مع جلوسك على الطعام مع فراغك من الطعام مع نومك مع استيقاظك مع دعوتك مع إحسانك إلى الخلق وتعاملك كل حركة من حركات المؤمن إنما هي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي حتى الممات ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر فالمسلم يجب أن يتعامل مع نعم الله تعامل العبد المحب الذي يجل المنعم سبحانه وتعالى ويعرف إحسانه وبره وجوده وإنعامه جميل لكن هذا برنامج إعلامي الحلقة طيبة بقزاك الله خير وبرك لكن هناك من يقول مثلا أنه إذا نترك عملنا وأشغالنا ونقعد نذكر طل النهار ونقرأ طل النهار ومن قال بأن العمل ليس ذكرا ومن قال بأن العمل ليس طاعة وليس عبادة ومن قال بأن الله أمرنا أن نفرغ أوقاتنا كلها للطاعة بمفهومنا لمعنى الطاعة من صلاة وصيام وزكاة لكن لو تدبرت العبادة بمعناها الأوسع والأشمل لعلمت أنك في كل لحظة من لحظات حياتك في عبادة وفي طاعة حتى ولو كنت تداعب زوجتك حتى ولو كنت تلاعب أولادك حتى ولو كنت في تجارتك حتى ولو كنت في وقت من الأوقات المباحة تستثمر هذا الوقت في أمر تجدد به عقلك وذهنك العبادة أوسع مدلولا من الصلاة وأوسع مدلولا من الصيام والذكاة والحج والعمرة بل العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فلو صحت النية هذا قيد جميل جدا لو صحت النية وكان عملك للدين أو للدنيا موافقا لهدي سيد البشرية فأنت في عبادة مرضية لرب البرية الله مرفني هذه الجملة رائعة وتفتح الباب واسعا للكل في عمله إذا صحت النية النية لله فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالح يبقى على القرآن وعلى الاتباع لله الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صحت النية إن صحت النية وكان عملك للدين أو للدنيا للدين أو للدنيا موافقا لهدي سيد البشرية فأنت في عبادة مرضية لرب البرية جميل م شاء الله أنت في طاعة أحسنت من يفرق دكتور محمد بين العمل للدين والعمل للدنيا ما فهم دين الله وما فهم دين رسول الله يعني كطبيب مثلا في مستشفى في عيادة يعني رجل في المعمل في المختبر مهندس يقول هذه أعمال الدنيا كلها أمور الدنيا يريد أن يترك هذا العمل ويتحول إلى داعية أو شيخ أو يتدبر كتاب الله عز وجل لا ينصح بهذا أبدا ولم ننصح واحدا من أبنائنا وإقواننا بهذا على مضارس سنوات الماضية حينما يأتي سائل من أحبابنا وأولادنا ليسأل مثل هذا السؤال بل أقول له لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من الصحابة جميعا أئمة على المنابر وخطباء يهزون أعوادها لفعل فهو المربي والمعلم سبحان عليه الصلاة والسلام ولكنه وضع كل صحابي في مكانه الذي يناسب قدراته وإبداعه وإمكانياته فجعل منهم السادة والقادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للإبل والغنى فأبو عبيدة له دور وخالد بن الوليد له دور وزيد بن ثابت له دور وعبد الله بن مسعود له دور وعمر بن الخطاب له دور وأبو بكر له دور وعثمان وعلي كل في موقعه الذي يناسب إمكانياته وهم بهذا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه نعم العمل للدنيا كما ذكرت أثر عليه ابن أبي طالب من بالأمنة في سنده ضعف يقولوا الدنيا دار صدق لمن صدقها الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها ودار نجاة لمن فهم عنها فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة يعني لا نطلق الدنيا ولا نعزف عنها أبدا لم يأتي ذم في القرآن والسنة للدنيا لذاتها مطلقا وإنما الذم الوارد في الدنيا إنما هو ذم لما يرتكب فيها من معاصي تبعد العبد عن سيده ومولاه فزمانها الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورة ومكانها الأرض وآية لهم الأرض الميت أحييناها فآيات كلها آيات أحسنت كلها آيات إن شاء الله عليك أنا سعيد هذا الجميل نعم لكن الذم الوارد إنما هو للذنوب للمعاصي هنا الذنوب والمعاصي تزيل النعم بقى أحسنت كنا وفنا عند هذا أحسنت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن أهم الله سلم يا رب سلم يا رب فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون انظر إلى الوقوبة جوع الخوف وخوف يا الله خلاص فقد الإنسان لذة العيش وهناءه كله هم بالدنيا هم الدنيا جوع حتى لما ربنا امتن على أهل مكة أحسنت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم بورك من خوف أولم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء كل شيء ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون فإذا الذنوب أخطر معول لهدم هذا الصرح العظيم إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم مرة ثانية البتين دول الله كما جمال ما شاء الله إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وصنها أي نعم بطاعة الله فإن الإله سريع النقم النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية قد تغيب عن بال كثير من المسلمين إن العبدة ليحرم الرزق بالذنب يصيبه يلا تغيب سلم يا رب الذنوب حتى توقف رزق الله سبحانه وتعالى تقول لي طبما أنت لسه إيه دلوقتي ربنا يبهارزخ الكفار لسه بالضبط لسه هم مسيطرون الأغنياء والسلطة عندهم والغنى والقوة والجمال والحلاوة شوف انظر إلى القرآن وتدبره يرزقهم نعم على كفرهم نعم وما من دبة في الأرض إلا الله يرزقه الله يرزق الكافر والمؤمنة على حد سواء ثم ذنوبهم لما لا تحقب نعم الله انظر إلى الجلال القرآن وجماله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون استدراج حسنت فكم من مستدرج بنعمه وهو لا يدل كم من مستدرج بنعمه وهو لا يدل حدثني كده سريعا عن الاستدراج كيف يكون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالغصبة وللقوة قارون خير نموذج للاستدراج كان مؤمنا بموسى نعم لكنه جحد نعم ربه أوتيتو على علم عندك آه هذا الذي يقال اليوم بهذه الكلمات فن الإدارة الله أكبر فن الإدارة كمبيوتر إنما أوتيته على علم عندي الله تبارك وتعالى يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب النتيجة كانت إيه فخسفنا به وبداره الأرض لم ينصره أحد ولم ينصره ماله نعم ولم ينصره جاهه وإنما أهلكه الله عز وجل بماله إذن جحوذ النعم والذنوب وتوظيف النعم في معصية علام الغيوب يمحق النعم ولا تغتر بإمهال الله لك يا من أنعم الله عليك وأنت مقيم على معصيه لا تغتر بإمهال الله لك فالله جل جلاله يمهل لكنه لا يهمل لا يهمل نعم بحانه وتعالى ببارك الله فيك وأحسن الله إليك الحديث بقي حديثك ذو شجون بارك الله فيك وأحسن لك سيد الكريم يعني النصيحة في الآخر تقولها للمسلمين والآخر ماذا تقولها نصيحتي لأمة الحبيبة لا تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم هذا جانب آخر من جوانب سلب النعم قد يغيب عن الكثيرين من الناس وغب بالفعل بالفعل ونصيحتي لغير المسلم انظروا إلى ما ابتليت به البشرية الآن في ظل هذا الرخاء مع تعدد الأسواق وكثرة البنوك لكنها حرمت نعمة الأمن والأمان حرمت نعمة شراح الصدر وراحة الضمير واستقرار النفس وهدوء البال وسعادة الروح فلا يمكن أن تحصل البشرية وهذه النعمة المسلوبة إلا إذا عادت إلى المنعم سبحانه وتعالى بارك الله فيك و أحسن و أحفظك رب و رعاكم و شهدين الكرام نشكر حضرتكم و نشكر باسمكم الجميع ضيفة الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضلية الشيخة الدكتور محمد حسان و حتى يضمن لقاء جديد نستو دعوكم الله شكرا لكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته في أمان